حوار مرتقب بين دمشق وأنقرة في العاصمة العراقية دكتور هل تعتقد أن بغدال لديها القوة والتأثير في استناف وإعادة العلاقات بين البلدين بعد خلاف دام لسنوات عدة تفضل لك الكريمة شكرا لكم بداية هذه الفكرة ليست جديدة العراق طرح لأول مرة فكرة التقريب بين تركيا وسوريا وعبر عن ذلك السيد رئيس الوزراء قبل فترة ويبدو أن هناك نتائج إيجابية لهذه المقترحات والدليل على ذلك تصريحات الرئيس أردوغان قبل أيام بأن العلاقة بين تركيا ودمشق يمكن أن تعود إلى سابق عهدها حقيقة بعد هذه السنوات لم تكن هناك نتائج إيجابية كثيرة لأي طرف من الأطراف تركيا خسرت كثيرا في الأراضي السورية سوريا خسرت كثيرا هناك قوى سياسية ظهرت مثل قسد وهي تتلقى دعم من جهات خارجية كبيرة هذه أثرت على سوريا وتركيا في نفس الوقت لذلك ما يعني أن أي وجهة نظر للتقارب بين تركيا وسوريا يمكن أن تحل الأزمة هناك أزمة أخرى حقيقة تشكو منها تركيا وهي كثرة اللاجئين السوريين في تركيا عددهم بلغ نحو ثلاثة ملايين يعني أكثر من مليونين للسنوات الماضية عانت منه تركيا كثيرا حتى في الانتخابات المحلية التركية كانت كثير من الأصوات تدعو من أحزاب تركيا إلى حل الأزمة وإخراج اللاجئين السوريين لأن عدد اللاجئين الأجانب في تركيا أصبح كبير جدا من العراق ومن ليبيا ومن مصر ومن سوريا ومن أوكرانيا ومن دول كثيرة لذلك تركيا عندما تتعامل مع سوريا ويهدأ الوضع ويعود اللاجئون هذا حقيقة له مكسب لتركيا مثل ما له مكسب لسوريا إضافة إلى ذلك الترابط الاقتصادي بين تركيا وسوريا يفيد البلدين حقيقة كان أكبر علاقات اقتصادية في المنطقة هي بين تركيا وسوريا إذا ما عادت هذه العلاقات ستجهد سوريا تطور كبير تهدأ كبير وبنفس الوقت تركيا كذلك خاصة أن مناطق النزاع بين تركيا وسوريا هي على الحدود في المدن الحدودية لذلك عندما تهدأ سيعود الهدوء ويعود التعاون الاقتصادي بين البلدين دكتور لماذا دول القيمية تفضل العراق؟ هل ترى أن بغداد ستتحول إلى عاصمة مفاوضات مستقبلية بعد استضافتها أكثر من مؤتمر لتقريب وجهات نظر بين دول متنازعة وأخرى بين الرياض وطهران؟ لو تذكرنا المباحثات التي جرت في عام 2008 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في بغداد والتوصل إلى بعض النتائج كان آنذاك السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية وكانت بغداد محطة لهذا التعاون الآن العراق يمتلك علاقات جيدة مع تركيا وتبادل اقتصادي كبير وعلاقات جيدة مع سوريا بل يكاد العراق هو البلد العربي الوحيد الذي ما زال مرتبطا بعلاقات متينة مع سوريا على مستوى دبلوماسي وعلى مستوى اقتصادي لذلك هذا يؤهله لأن تكون هناك مباحثات يضاف إلى ذلك أن حل الأزمة بين تركيا وسوريا سيكسب العراق فيه أمن أكبر حقيقة التدخل التركي اتسعى في العراق بعد أن شهدت سوريا اضطرابات كبيرة وامتدت القوات التركية على الحدود العراقية السورية في الشمال خاصة في مناطق دوهوك وزاخو وغيرها من هذه المناطق عندما يحتضن العراق هذه المباحثات له مصلحة في ذلك التهدئة ستنعكس على العراق بشكل إيجابي وهذا أمر سيستفيد منه العراق كثيرا بنفس الوقت يعيد دورة الحيوي في المنطقة بأنه هو جاذب للعلاقات مع دول الجوار ويستطيع أن يحل المشاكل ويستطيع أن يستفيد من حل هذه المشاكل والدليل على ما طرحته دكتور أيضا هناك ترحيب كبير من قبل دمشق وأنقرة بوساطة بغداد يعني هل سينجح السيد السوداني وفريقه الحكومي في الوصول إلى نتائج إيجابية لهذا الحوار باعتقادك؟ أنا أعتقد السيد السوداني سيحتضن في بغداد هذا الحوار النتائج الحقيقية معروفة السوريون يطلبون انسحاب القوات التركية التركية تطلب أن لا تتمدد قوى داخل سوريا على حدودها ولاجئين يجب أن تحل سوريا الأزمة مع الأكراد داخل سوريا لأن ذلك فسح مجال لقوى كبرى أن تدعم أكراد سوريا على حساب تركيا علما أن كثير من حزب العمال الكردستاني التركي موجود في سوريا ويتعامل مع قسد وموجود أيضا جزء منه كبير في العراق ويتعامل مع جهات سياسية هذا المكسب سيحقق للسيد السوداني شيء مهم إضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن النجاح هو نجاح حل الأزمات تركيا تشكو من أزمة سوريا تشكو من أزمة العراق يشكو من أزمة حل هذه الأزمات هو نجاح هذا النجاح يمكن أن يوظف للسيد السوداني وبالمناسبة هذا الموضوع طرح على السيد أردوغان عندما زار العراق ورحب بهذه الخطوة إذا ما تبناها العراق وقبل فترة زار وفد سوري بغداد ورحب بهذه الفكرة أيضا أنا أعتقد هذا إذا ما تم تحت رعاية الأمم المتحدة مثلا وبمشاركة ودور من جامعة الدول العربية سيحقق نتائج كبيرة للعراق وتركيا وسوريا علما أن المنطقة مقبلة على أزمات كبيرة ولا بد أن تحل مثل هذه الأزمات قبل أن تتسع ساحة المواجهات في المنطقة دكتور هل كانت تحدثني عن المحددات الداخلية لهذه المفاوضات ماذا بشأنها هل ستؤثر على عملية المفاوضات التي ستجرى في بغداد هل سيدخل العراق طرفا ثالثا في هذه المفاوضات العراق من مصلحته الآن أن يعيد نشاط الاقتصادي مع سوريا استقرار سوريا سيحيي هذا النشاط نحن نعلم أيضا أن سوريا كانت ممر للتجارة العراقية عبر تركيا هناك أزمة كبيرة إذا ما تم الحل وهي أزمة نهر الفرات نهر دجلة تفاوض عليه العراق مع تركيا أما نهر الفرات الذي ينبع من تركيا فيمر عبر سوريا ثم العراق هذه الأزمة إذا ما تم حلها وعاد تدفق المياه بشكل طبيعي إلى سوريا ثم إلى العراق سيكون هناك انتعاش اقتصادي ثم في المسألة الأخرى هذه المنطقة أصبحت بؤرة عسكرية تمول من جهات كبرى يعني على سبيل المثال روسيا تساند سوريا ضد أكراد سوريا تركيا تحارب أكراد سوريا دكتور تبقى جدلية الفصائل المسلحة كما تعلم العائق الأكبر ربما لقبول الجانب الدولي بأي دور مستقبلي للعراق في المنطقة بكل تأكيد جدلية الفصائل المسلحة في هذه المنطقة أوجدها تواجد قوات أجنبية في هذه المنطقة قوات أمريكية قوات تركية قوات روسية إذا ما هدأت الأمور حتى روسيا لا حاجة لها أن تبقى على سبيل المثال في سوريا وهي في أزمة حرب أوكرانيا في نفس الوقت إذا ما تمت التهدئة بين تركيا وسوريا ومن ثم إذا ما تم إيجاد حل لحرب غزة حتى الفصائل الإيرانية أو الموالية لإيران الموجودة في سوريا يمكن أن يتقلص حجمها وتنسحب نهائيا حقيقة نحن نحتاج هدوء في هذه المنطقة نحن نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قصد أكراد سوريا وروسيا تقف ضد هذا الدعم وتركيا تؤيد روسيا بالوقوف ضد هذا الدعم سوريا ضد هذا الدعم لكي لا يفكر أكراد سوريا بالتفكير بأي انفصال وهذا الانفصال إذا ما تم سيؤثر على العراق وسيؤثر على تركيا هذا المثلث مثلث سوريا العراق شمال العراق تركيا هو مثلث كردي حقيقة إذا ما تم التفكير بأن تستمر هذه الصراعات والنزاعات سينفتح باب جديد وهذا الباب هو أن تكون هناك قوة ضد هذه الدول وهذه القوة لا يمكن التأثير عليها والسيطرة عليها نعم من بغداد حدثنا بالصوت والصورة الدكتور هاني عشورة المحل السياسي شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه ديلة